اشتاق برنامج يقول مرحبا بلطيفة السؤال تركي الغامدي وطارق النوفل ما رأيكم في طلبات إدارة الشباب من الاتحاد في موضوع شرحي لي طلبات مشروعة من حق إدارة الشباب أنها تطلب اللي تشوفها في مصلحة ناديها وفي الأخير فيه لجنة احتراف راح تنظر في الشكوى وتشوف الأدلة وتشوف القرار وبعد كده تقرر هذه أولى درجات التقاضي زي ما يقول وفي لجنة استيناف وفي مركز تحكيم رياضي الشباب إذا لها حق راح بدون شك ياخده وإذا ما لا حقه وإنه مثلا الاتحاد ما ارتكب أي اخطاء خلال تعاقده مع شرحي لي فما راح ياخد شيء زي ما يقول بس أنا مستغرب من حسازية البعض من مسألة للشكوى عادي من حق إدارة الشباب تشتكي من حق إدارة الاتحاد إذا شافت أنه فيه أي نادي تجاوز ضد النادي تشتكي هذه الأمور يعني نشوف أنها حقوق مشروعة للأندي بالعكس إذا صار فيه تجاوز من إدارة الاتحاد تجاه أحد لعبيه الشباب وفاوضته قبل دخوله وفترة الستة بالعكس نحيي إدارة الشباب ونحيي خالد البلطان إنه حافظ على حقوق النادي الأهم أنا برأيي أنه تكون الأمور الرسمية التي رفقتها إدارة الشباب تصب في مصلحة النادي وأنا واثق بإذن الله في لجنة الاحتراف والجهات المسؤولة عندنا إذا الشباب له حق وإذا صار تجاوز من التحاديين في قضية شرحي لي راح نشوف بعيدا عن طلبات الشباب في عندنا أنظمة وفيه قوانين راح تنظر لها لجنة الاحتراف وإذا صارت تجاوزات من إدارة التحادية نحن نتكلم عن مسألة البعض يقول لك أنه شرحي لي أنت الآن جاي نتكلم بعد أربع أشهر أتوقع أنه كلام خالد البلطان كان واضح بهذا الشأن أنه في أمور هي اللي أجرت تقديم الشك ومنها استفادتهم من اللاعب حتى آخر الموسم اليوم الشباب أصبح ما عنده هدف زي قبل قبل كان عنده كاس الملك عنده البطولة سوية مثل هذه الأمور هي اللي أجرت الشكوى أرجع وأقول أنه إذا الأدلة والقرائن التي تكلم عنها خالد البلطان صحيحة والشباب استطاع أنه يرصد هذه التجاوزات بالعكس هذا عمل يحسب لخالد البلطان دائما أنا أشوف أنه الشباب يجب أن يبقى صورة عالي ما في أي أحد يستطيع أنه يتجاوز وهذا يفترض مثل هذه المواقف هي اللي تخلي أي نادي يفكر أنه يقرب من الشباب في أمر غير نظام يحسب ألف حساب لأنه يعرف بأنه فيه إدارة تترصد لمثل هذه الأمور بالنسبة للسؤال المشجع عن تقييم طالما الشباب ما حقق بطولة فهو عمل ما أعتبره أنه عمل ناجح لأنه الشباب دائما يطمح في كل موسم أنه يخرج به بطولة خصوصاً اليوم نتكلم عن تقريباً هذا ثالث موسم أو رابع موسم لهذه الإدارة فيفترض أنها على الأقل ما أقول لك حققت دوري على الأقل أنها حققت كاس لكن نرجع ونقول أنه الوصول والتأهل لدور 16 من دوري أبطال آسي يفترض أنه يكون محفز لهذه الإدارة أنه تعمل عمل مختلف للموسم الجاي الدور الجاي بيكون صعب أيضاً البطولة لا سوية ما رح تكون سهلة عندك فترتين تسجيل لابد أنك تعمل فيها من الآن من ناحية تدعيم الفريق بلاعبين أجانب شفنا جودة اللاعب الأجنبي هذا الموسم ما كانت بالمستوى الجيد خصوصاً في الفترة الشتوية في تقريباً ثلاثة لاعبين نتكلم عن ماري نتكلم عن فييتو نتكلم حتى عن المدافع سانتوس ما أتوقع أنه كانوا عاملين الإضافة بالعكس أنا كنت أقول عنهم مقالب خاصة اللي بتكلم عن مشكلة الهجوم واللي خلفتها خروجي كان يفترض أنك تجيب لاعب إذا ما جرت بجودة يقالوا بجودة أقل لكن اللي شفناه لاعب ما كان جاهز وإلى اليوم ما هو قادر يتواجد في التشكيل الأساسية أتمنى أنه إدارة تستفيد من أخطائها أتمنى أنه يعد الشباب للموسم الجاي بطريقة تليقبوه اليوم طموحات الشبابين ذهب وعشان تحقق الذهب لابد أنك تدفع مهرة العقد الرعاية اللي تكلم عنه طلالة الشيخ في وقت سابق وخالد البلطان في آخر حديث إعلامي له برأيي لو حضر راح يساعد لدارة كثير في مسألة صفقاتها دائما أقول لا تبحث شوف كم ميزانيتك وعلى ميزانيتك اشتغل ما أطلبك تجيب لي لاعبين النجوم بميزانيات كبيرة وترهق للميزانية وتجي فترة التسجيل الجاية وتضطر أنك تبيع النجوم لا عندك اليوم كمثال كارلوس جونيور واحد من أفضل الأجانب اللي موجودين في دورينا شوف أنت كيف جبته لعب كان بعيد عن الأنظار أيضا لعب قيمته السوقية والقيمة اللي حضرت بيها ما هي كبيرة جب لي مثل هذه الصفقات يعني اليوم اللي يتبع خصوصا الفترات الصيفية ما تكلم عن الشتاء يعني الشتاء خلوه للنسيان اللي يتتبع عمل إدارة البلطان في العنصر الأجنبي فيه تطور منحوظ في الآون الأخيرة باستثناء الفترة الشتوية شوفنا أكثر من لاعب كان مفيد للفريق فبإذن الله يستفيد خاد البلطان من بعض الأخطاء اللي صارت المرحلة الماضية ونشوف شباب يملأ العين خلال الموسم الجاي بإذن الله